خلينا نقول لحضراتكم خبر عاجل وبيان مهم أصدرته أو أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل قليل متعلق برصد متابعات وسائل الإعلام وأيضا صفحات التواصل الاجتماعي خلينا أقول لحضراتكم نص البيان في إطار قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة وما تم رصده من إدارات الرصد المختصة بالمجلس الأعلى فقد تلاحظ للمجلس التزام معظم وسائل الإعلام والصحف بالضوابط والمعايير المقررة من المجلس بموجب قانوني كما تبين من وقع الرصد اليومي المشار إليه وبعض الشكاوى التي وردت إلى المجلس وجود عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ذات المتابعة الكفيفة تقوم ببث ونشر بعض المنشورات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج روح التعصب والتميز بين المواطنين في المجال الرياضي وتتضمن إساءة وسبا وقذفا في حق المؤسسات والجماهير والأفراد بما يحض على العنف والكرهية وما يخالف القانون وبناء على ما تقدم فإن المجلس الأعلى يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف هذه الصفحات وحجبها وإبلاغ النيابة العامة عن الوقائع التي تتضمن جرائم جنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في شأنها وكان قد تم اتخاذ قرار خلال الاجتماع المشترك بين أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتي الصحفيين والإعلاميين واتحاد كرة القدم ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكذلك ربطة النقاد الرياضيين بتشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المختصة تتولى ضبط المشهد الرياضي برصد ومتابعة الإعلام الرياضي وبحث المخالفات والتجاوزات عبر كل الوسائل الإعلامية المختلفة والسوشيال ميديا واتخاذ إجراءات عجلة وحاسمة بشأنها طبقا للقانون بيان مهم جدا طبعا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعني بيحط نقط فوق الحروف في بعض التجاوزات اللي بنشوفها للأسف الشديد خلال الفترة اللي فات التحديدا على صفحات السوشيال ميديا أو منصات التواصل الاجتماعي نروح